اشتركوا في القناة السلام عليكم و الله وبركاته اليوم سوف نشرح النسخه الثانيه او التحديث اليديد من اللي حصل ببرنامج اه ادت اه بيك بالنسبة التحديثات اليديده بالقسم الرئيسي و تعديل الصور اه اه ايتور فوتو صار عندنا إضافة فرايمات جديدة وصار عندنا فرايمات لفكس فلاتر يديدة حين عندنا هذه الصورة بالنسبة للفكس عندنا تقريب عشرة هذا واحد من الفكسات هذا مثلا هذا الوان تدرج حسب الصورة يبين حسب الصورة الى اخر اختار حين مثلا هذا وبروح بالفكس لا يوجد اضافة عندنا بالفكس صورة بالفرايم فرايم يديد مني عندنا واحد عندنا فرايم يبين لك كأنه دروينج في نفس تغريب خطوط اللوحة ومني فرايم عادي يعني نشوفه دايما وفرايم مني الفلوم هما توقعها هذي ومني فرايم كأنه بصورة وهذا واحد ثاني وشديدة قريبا كلهم حين خلنا نشوف بالسيف حطينا بالسيف صار عندنا يمكنك مشاركته بالانستغرام على طول الصورة ها الشيء على انستغرام صارت عندنا تشيط ونختار الصورة وتسيفها المهم نروح على البرنامج دون طبعا تغير مكان الدون من اليمين لليسار لان كان قاعد تحدث أخطاء فوديت حليسار بالنسبة لبلاين اميج وشنو في بلاين اميج البلاين اميج هو عبارة عن فكرة انك تصمم صورتك الخاصة او تبنيها من الصفر بلاين اميج تقدر من خلال انك تكتب على صورة تك اند او تتوي صورة انت تصمم صفر خلنا نشوفها شون شنو خواصة عندنا ثلاث خيارات تحد background الخلفية راح تكتب عليها او لون الخلفية تكتب عليها المهم يعني خلفية تيكست هو النص عندنا نشوف ال background عندنا الخيارات الخيارات الاول ثيمات احنا مصممينها او مني تختار اللون اذا سيب اللون خلفية بس لون سادة او مني import from camera rule وحروح ثيمات هان طبعا اول تشغيل راح تكون عندك دالود من الانترنت حق الثيمات حتى نفس الشي حق frame و fix عشان بس يقلل من مساحة البرنامج في ال App Store المهم عندنا مني مثل سوني 4 xbox one rose ipad moscue paper عندما راح اخذ مثلا ال ipad راح اروح للتكست اقول لحين طلع لي ثلاث خيارات ad text font style ال ad text هو راح يخليك انك تضيف تكست مثلا راح اكتب بالعربي مثلا راح اختار حين يطلع لي نماذج عن الخطوط او يعني نوع الخط شنو يتابي انت اي خط تعجبك انا راح اختار هذا الرسم عن اختار راح اختار مني عندنا اذا ما عاجب الخط اطيك font مرة ثانية عشان اغير الخط نروح size طبعا معروف حجم الخط و راح اقار نروح نروح style الكلر ليس لون الخط الكلر ليس لون الخط الكلر ليس style الخط كله عنده مثلا ابيضتو بي رح خلي مثلا بلاك رح صفر هذا مني لالفة مال الخط يعني هفافيته مني اذا تريد محاذرة مني اذا تريد وراء باكراوند رحطه رحط لشادو اختار لون الشادو مني راديوس ما تشادو او بلور حلو مني موحاذرة تشادو اوبن وايت اوبن دون بنسبع الواي مني اه اه اختار لون شادو ثان هذا وحط شوية بلور اوكي الحين ابي اضيف تكس ثاني اي موما كله بضيف كل نفس التكس اضغط على زر done حلو هذا الى تحت وطيقات تكس رح نشوف تكس فيلد او تكست فيو الحين صعنا فاضي اقدر اكتب تكس ثانية رح اكتب مثلا اي باد حلو اختار خط ثاني مثلا هذا اختار خط ثاني اخطيه مني تحت نفس الشي مثلا ابغير الفونت مونا ثانية ايباد هذا هذا size اغير على كيفي احب دون حطلها نظيفة حطلها شدو لون يكون يبين قوي عيني تابي حطلها لون الجرين ولا هذا بلو رح حدد رجوع شدو المهم بالنسبة بالشير طبعا نفس القائمة عندنا فوق زرين دون هو انتهاء خاص ومني باك للرجوع طبعا شرعي فيسبوك حين غير توفرها بالايل 7 شيرنا تويتر شيرنا انستجرام سيفتو كاميرول انطق باك مثلا راح سوي با شير سوري دون ما راح سايفة الصورة اروح الانفورميشن بايتر الانفورميشن بايتر عندك مني توتوريول طبعا كل شرح حق البرنامج راح يكون مني يفتح لك فيديو باليوتيوب راح تقسم الفيديو راح تلقى مثلا بار 2 و بار 2 و بار 3 الى اخرى راح تلقى بار 2 ايدي تسبوك مني بحساب الانستجرام مني قناتي باليوتيوب ياساسQ8 و اني بايباجو فكارنا في تويتر ياساسQ8 وتقسم بالرهايق باسطل و تقوم بتواتلي الاسريح وبعدها انتهينا الروفيو اشتركوا الاسمتعة nia 73 تحميل البرنامج الرابط الموجود التى ارتباط ولا تنسوا اللايك والكومنت أترككم مع بعض الصور